سلام معلمتي أهلاً أصدقائي أنا طالبة سننعذري من صف ثاني سابعة الدرس هذا اليوم في الرياضيات الدرس التقريب سنبدأ التقريب من صفر حتى عشرة حسناً سأعد من صفر حتى العشرة ونعرف أيها بخيل وهو كريم صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة حسناً سأخذ قلماً ونبدأ سأعد حتى الأربعة ونعرف أيها الكريم وأيها البخيل صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة هل هي أعداد كريمة أم لا؟ أحسنت منها ليست أعداد كريمة بل هي بخيلة سنقفصلها عن الأعداد سأعد من خمسة حتى عشرة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سأبدأ التقريب حسناً سأختار واحد وتسعون الواحد والتسعون هل الواحد عدد كريم أم لا؟ أحسنتم إنه عدد بخيل وليس كريماً هل سيعطى التسعة شيئاً؟ لا، سيتحول الواحد إلى صفر والتسعة ستبقى مثل ما هي سيصبح تسعون سننتقل لمسألة أخرى من الأعداد البخيلة أحد حزناً سنسرع قليلاً سأختار ثلاثة وثمانون سأختار ثلاثة وثمانون هل الثلاثة عدد كريم أم لا؟ أحسنتم إنه عدد بخيل سهل سيعطى الثمانية تسعى شيئاً؟ لا، إنه عدد بخيل لهذا اسمه هو العدد البخيل سيتحول الثلاثة إلى صفر والثبانية تبقى كما هي إنه ثمانون سننتقل ونبدأ من الأعداد الكريمة حتى الأعداد البخيلة سننزع أختار خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون هل الخمسة عدد كريم أم لا؟ أحسنتم إنه عدد كريم هل سيعطى الثلاثة شيئاً أم لا؟ أحسنتم إنه سيعطيها سيتحول لخمسة إلى صفر والثلاثة تتحول لأربعة أصبح أربعون حسناً نكمل عدداً كريماً آخر حسناً سأختار سبعة وثلاثون لا سبعة وأربعون سبعة وأربعون هل السبعة عدد كريم أم لا؟ أحسنتم إنه عدد كريم هل سيعطي الأربعة شيئاً؟ لا نعم إنه سيعطيه سيتحول السبعة إلى صفر والأربعة تتحول إلى خمسة سيصبح خمسون مع السلامة ترجمة نانسي قنقر